السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكو في حلقة جديدة من سوبر نينو لو اول مرة تشوفيني ياليت تشتركي في القناة وتفعيل الجرس اشي يوصلك كل جديد زي ما اتفقنا سوبر نينو تدبير توفير سهولة النهاردة هنعمل فطاير سهلة جدا بطريقة سهلة ومن غير تخمير ومش تاخد مننا وقت خالص واقتصادية جدا جدا ديال اللي بينا على الطريقة والوصفة عشان نشوف عملناها مع بعض ازاي لما هنا لدي بصليم قطعاء صغيرة وحطيت معلقة السمنة كبيرة بالمنظر تلك كده وحطيتها على النار بعد ما البصلة نزلت ميتها معي واخيت لون بسيط كده هنزلت لون بسيط هنا ممكن تسترزل الصدوق بلحمة زي ما انشي حابة هنزل كده مع البصلة بالصدوق اللي عندي بكمية اللي انشي عايزها وهقلبه كده جديد تشويحة مع البصلة تسرق قوي في الطعام بعد ما بديت صدوق تشويحة كده ان الكل ده بستغري من قين الصغيرة عندي هنا تماؤم قطعام صغير وقومي فلفل بعد شفن كده برضو بعد كده عندي البهارات عندي معلقة من الفلفل اسود معلقة كبيرة من الملح طبعا انت ممكن تحطي معلقة صغيرة وبابتبع الملح تشوف انت الضوء التوعي بعمل ازاي وعندي معلقة من الشطة الصغيرة ومعلقة بابريكا صغيرة ده لو بتحبي الحاجة حامية تضيفي شطة مش بتحبي ممكن تستغمي عن الشطة دي البهارات هنه هتخدمها هيا هحلت كله مع بعض برضو كده انا بحب احط الملح تدريكي يعني عشان يطلعش حاجة معي بس بقى بس بقى اتشرف كله مع الحاجة انا حطناها بس بقى بس بقى بس بقى ايه تشرف كده خريط حد ما يبقاش في اي مية ولا اي حاجة امام كده بقى اجاهب عندي هتخبي عليه اهو كده خلاص هذه الحشوه الضهع سليد كوباية بس ab wider كوباية من السمنة ممكن تستخدمي مكانها ربع كوباية من الزيت 0.2 كوباية من خل 1.3 كوباية من الزبادي 1.5 كوباية من الزبادي عندي. آآ باكو آآ من اللي هو معلقة وباكو بانيليا. يلا بينا نشوف هنهامل ايه? اول حاجة عندي هحط البيض اللي هو بيضة كاملة وبيض بيضة. بيض يعني بانيليا. وخل. تمام? وهديف عندي هنا السكر. والملح. وهقلب كل ده كويس كده مع بعض. بعد كده هنزل باللبن. ممكن تستبدلي بالزبادي. انا بحب بحط وش اللبن بيضي هشاشة حلوة او ضرده. او كده. وهنزل بالسامنة. من منظر. وهضيف كمان البيكن باودر معاهم. كده هون. معلقة كبيرة يعني باكو. يا باكو يا معلقة كبيرة. وافضل اقلب كده شوية. حضم انا اجيل كلها. انتازت معايا خويز جدا. هبدأ انزل بقى بالزيق كده تدريجي. فانا عندي تلات طبايات. ممكن استعدهمهم كلهم. ممكن استعدهمهم اقل لسه مش عارفة. هقول لكم برضو في الاخر. زي ما اتفقنا نوع جيق بيختلف. اهو كده. في المرخلة دي بقى هستعدم ايدي عشان اعرف احكم. زي ما انتو شايفين كده اخيت مني تلات كبايات عم. تمام. ده بقى شكلها. بتعدي تهاجيني فيها حوالي خمس دقايق كده بس عشان تستطرى معي كده. والسيبي هترتاح برضو خمس زي. هسيبها ترتاح خمس زي. ونرجع بقى شوف هنعمل ايه. زي ما انتو شايفين بعد زي ما انتو شايفين كده عملت بقى كلها. زي ما شوفنا كده حضرنا بقى عندنا الكور بتاعتنا. وحضرنا الخلطة. جلبينا بقى نشوفها هنعمل ايه? زي ما شوفنا حضرنا خلطة مع بعض اهي. تمام? اي خلطة انت عايزها الموجود عندك. هفل بقى الكورة كده اهي. اخدها كده على ايجي فرد ازبطها تانية اهي. بصو العجينة نعمة قوي وجميلة. بصها تفرجيها كده اهي. تمام اهو كده انا عايزها بس مفروضة اي شكل يعني مش لازم شكل معين كده اهو. واخد بقى من الحشوة اللي عندي. حطي كده في المص. بالمنزر ده كده. وابدع اني اقفل بقى عليها. طبعا الحشوة اقبل من العجينة. حاول اني ازبطها كده هي بالمنزر ده. واقفل بقى. بصي كل سهولة. اهو بالشكل ده كده بتقفلي كده اهو. من تحت كده بعد ما حطيت الحشوة اهو كده بتقفلي. كمان. اهو كده بتعمليها بقى كده تاني. طبعا انت لو لقيتش بقى كده حاجة منك مفرقة بتقفليها بايدك برضو كده هي. بس كده. اهي. بتعمليها كورة تاني كده. بس بالطريقة ده. عام حاجة المكان اللي قفلتي منه. يبقى هو اللي هيحط من تحت كده. هعمل بقى كل الكمية اللي عندي بالطريقة دي. هعمل معاكم برضو واحدة تانية على السريعة هي. طفل دي كده برضو. حاولي ما اكفتريش قوي عشان تعرفي تقفلي كل سهولة ما تضيكيش. واهي كده. وتلمي بقى. زي كانت تعمليك نفرق في اليمين والشمال كده هون. كده. وكده. بسي اهي تلمعين. بسي. كده اخر واحدة دي انا قلت هاوريكم الشكل التاني اللي انا عملته. حاطي برضو الحشوة في النص كده عاجي بكل سهولة. بروح تجاية واخدها كده عاملها زي اكني بقى في القطايف بالزبط اهي كده. تمام? بالمنزر ده كده. واروح تجاية عاملة كده. دايسة عليها كده ها ومن الجوانب كده اهي. بس ده الشكل التاني اللي انا عملته زي سندوتش بالزبط. تمام? زي ما انتو شايفين دي الكمية اللي طلعت معايا. عندي بقى الصفار اللي احنا كنا سايبينه حطيت عليه خل وفانيليا. وهدهم بالوش كده حاجة خفيفة كده برضو. تمام? وهجيب السكينة كده بعد ما دهنتو هدع شكل كده بسيط كده اهو. بس كده مسلا. اي شكل انت عايزيه يعني. المنزر ده كده. ممكن تستاني عن الخطوة دي خالص. وعندي هنا سمسم. هرش كده برضو الخطوة دي اختيارية. حبة برفة سمسم ممكن تستاني عنها. تمام? زي ما انتو شايفين كده بقت جاهزة عندي الفطاير بتاعتي هدخلها الفرن على درجة حرارة 180. هسوي تحت الاول. بعد كده هسوي فوق واركوا شكلها لما تتلع. شايفين كده حبيبي ده شكل الفطاير بتاعتي بعد ما استوت. طبعا هي ما اخدتش وقت خالص بس سبعا اشانا باشرح لكم فاتحسوا ان الفيديو طويل دي كت وصفة النهاردة لو عجبتكو استنوني فصفة دي ده.